بسم الله الله مصلي وسلم وبرك على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن يجدكم هذا الفيديو أينما كنتم بخير وصحة وعافية وسلامة اليوم وكما هو مبين سوف نخيط بلوزة عربية مع اقتراب فصل الخريف يعني تصلح لأنها أكمامتها كانت طويلة وهي عريضة ومليحة وأن يقال بلوزة هذه خدمتها هي المودال قديم قديم لكن أضفت لها لمسة عصرية في الليمون ويعني فعلا خرجت النتيجة رائعة أكثر من روعة نعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والبرتاج وأرجو كل من لم يشترك أن يشرفنا باشتراكه وأرحب بكم جميعا لخيط هذه البلوزة نحتاج على الأقل ثلاث مترات قماش نستعملت قماش كتان كان هذا كتان نحتاج أربع قطاع لأنه في هذا المودال سنخيطوا الرقبة مع السفاج انتحاء الطول يكون 56 سنتيمتر والعرض حوالي 25 سنتيمتر نطويد أربع قطاع قماش على اثنين كما هي العادة نبدأ بتفصيل بالمكان من المكان المغلق نبدأ ناخذ قياسات فتحت الرقبة تكون ثمانية سنتيمتر بعد ذلك ناخذ مكان كتفين يكون ثناش سنتيمتر هذا القياس XL 42 وتقدروا في بلاست 56 سنتيمتر يكون دبل اكس ال أو ستاندر نرسم لفتحة الرقبة من الظهر هذا التفصيل نفس الشيء للمبتدئات هذه واحدة مبتدئات تقدر تخيطها بكل سهولة واريحية هنا ننزل الكتف ثلاثة سنتيمتر ونرسم خط مستقيم مائل ثلاثة سنتيمتر هي العادة من مكان الصدر ناخذ صباعين ونهبط بنفس الشيء خط مائل كما هو مبين بعد ذلك نقوم بتفصيل هنا هذا المكان كما قلت سابقا 25 سنتيمتر ارجو ان يكون الرسم واضح والشرح واضح هنا نفصل هذه الرقبة من الظهر المكان الكتفين هذا الموديل لا نشرح نطلب حرده الإبط حرده الإبط لما نبذيط بعد ذلك سأوضح في دقيقات الفيديو ارجو اللايك والإعجاب والبرتاج هل عجب كما مرحك يكسون هنا نحدد فقط حردة الإبط حتى بعد ذلك نستطيع التفصيل لكن التفصيل لا نفصله الآن كما قلت بعد الخياطة هنا نأخذ الظهر نضع الوجه على الوجه بعد ذلك نخيط مكان الرقبة فقط ونقلب بعد الخياطة نقلب نعمل فتحات صغيرة ونقلب عندما كان الرقبة من الأمام سوف نفصله هنا تفصلت الرقبة كل واحدة تدير شكلي ندرت هذا الشكل أخذت 21 سنتيمتر مائلة كما هو موضح وهذه القاعدة نرسم عليها الرقبات في العادة بعد ذلك نحدد نقطة 8 سنتيمتر ونرسم الحيز اللي نرسم عليها الرقبة وهو يكون مربع هذا الحيز مربع نهبط من أعلى الكتف حتى 13 سنتيمتر بعد ذلك نقوس نقوم بالتفصيل كما قلت هذا الموديل هو للمبتدئات أي واحدة مبتدئات لتبع الخطوات راح تخيطوا جهة نتيجة روحة نقوم بالتفصيل كما قلت هذا الموديل للمبتدئات نقوم بالوجه لمتمكنة من القماش تستعين بالدبابيس لا أستعين بالدبابيس لكن تستطيعون استعين بالدبابيس كما نبحث عنه من قماش نقوم بالتفصيل من المكان المغلق هنا اخذت ستون سنتيمتر والعرض يبقى حسب الرغبة ستون سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ونطلع بخط مائل حتى النهاية ثلاثة سنتيمتر أو ثلاثة أصعب نقوم بتفصيل هذا المكان الذي نلسق به الجزء بالرقبة مع الجزء السفلي نحدد المنتصف هنا خيطنا الرقبة من الأمام ومن الخلف ونلسقناه مع بعض أهم عندما لقينا القماش مع بعض أهم هنا كما هو مبين سفجناها منها فيها وتقدروا يعني لو ما كانش عندك القماش بالزيادة القماش اللي من الدخل ديروه نوع أخر يعني مش مشكل أنا كان عادي قماش بزيادة بعد ما نلقي القماش مع بعض أهم ناخذ واحد سنتيمتر على الحافة الرقبة ونخيطه نجيبون الباقي على الفستان المنتصف اللي حددناها ذاك ونحدد منتصف الرقبة نفس الشيء نقلب الفستان ونضع الوجه على الوجه نشيط 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 من الداخل نشيط الخيط بالخيط منغير الاستعانة بالدبابيس نبين و احضر من نصف الوقت لا تحضر من نصف خلق من نصف نبقى في ملاحظة 1.5 سنتيمتر وبدأ بضعة مندخل ونبدأ بضعة مندخل ونبدأ بضعة مندخل يمكنك التنظيم مندخل البرى ويكون فيها حوالي 1.5 سنتيمتر حوالي 1.5 سنتيمتر إذا كان يدرته القماش عريض ندير 1.5 سنتيمتر في الثانية إذا كان القماش عريض سأدخلون قليلاً ثانياً نديرهم ثانياً سوف اوضح كل شيء في الفيديو سوف اوضح كل شيء في الفيديو سوف نضيف مسافة سنتيمترا او اكثر من سنتيمترا لانا بعد نضيف زيجزاج او السخفيلاج هناك يبقى القماش على قد الرقبة اللي بقات نتخيله نقلب الفستان او القندورة من الجهة الثانية ونفس العملية لاني قلت لكم نحكمو من المنتصف نخيطو بالمنتصف الفستان نفس المسافة اللي خللناها من الاولا ندروها الثانية ونفس الشيء ندرو اللي بلي نتاعنا وثنيات نتاعنا كل واحدة وطريقة الثنيات اللي نديرهم ونخيط هي هذي طريقة سهلة يعني احسن منها انكم تحكموا بده بابيس ونفس الشيء لما يبقى القماش على قد الرقبة نكمل الخياطة الاخير حصلنا على النتيجة هذي هاي كانت النتيجة هاي جميلة ثنيات اللي بليسين تعنا ملاح احنا درنا اللي بليسي هنا وما كان الرقبة نفس العملية درناها في الرقبة هي نفسها ندروها في الظهر هنا انا ما صورتش الظهر حتى لا يكون الفيديو اطول من اللي لازم في المرحلة هذي وش نديرو هنا روح نفصلوا حردة الابط بعد ما وصلنا الفصلة نكملنا هنا الظهر كما هو مبين ليكم نثنيو نطويو او نثنيو حردة الابط نفس الشيء لانه الاكمام ستكون طويلة نديرو ثنين وعشرين سنتيمتر من غير ما نقصه لان لو فصلنا كانت مفتوحة نديرو ثلاثة وعشرين سنتيمتر لانها بالاكمام واكيد نديرو نديرو نرسمو الرسمة ونرسمو كما هو مبين بعد ذلك نقوم بتفصيل نتأكد اصلا انه يكون مثني ونفصل هنا كملنا من الفستان بزال نزيدو 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 نعدلو حردة الابط من الامام نثنوه بطريقة هذي من الامام بحيث يكون الفستان من الامام وندخل اثنين سنتيمتر او باسبعين نرسم تقويسة صغيرة ونفصل هذا من الامام لايك والبرتاج ومن لم تشترك فلتشرفنا باشتراك او انات حصلنا على هذي شكل القندورة في هذه المرحلة تقدر لما تحب للمانش او الاكمام تقدر تكفف لمكان للمانش وتخيط رقبة من قندورة منه من وتتحاص على فستان جميل من غير اكمام ويكون جميل انيق في هذه المرحلة نخيطه الاكمام الاكمام اثنين قطعات قماش ستين على ستين نطويه كما هو مبين نديره شكل مثلث لان نحوسه على اكمام شوية يكونوا عراض كلوش طوال اكمام كلوش طوال تفصيلة كلوش طوال هي هذه اول شي نديروه نجيبو حردة الايبط اللي فصلناها ونقيسوها بالمترة او المازورة القياس المتحصل يعني الرقم المتحصل هو هذك اللي نخدموه به لحردة الايبط لنأخذو كما هو موضح خط مائل خط مائل في الزاوية ونخرج الصحة بقماش نديرو الخط المائل هذا عند عنا نقسم هذا الخط على اثنين نحدد المنتصف بعد ذلك نقسم المنتصف الثانية اثنين اثنين ندخل بواحد سنتيمان اول شي نخرج بواحد سنتيماتر من الفوق وندخل بواحد سنتيماتر من تحت ونرسموه الاسنتعنا يعني هذه ان شاء الله رح نشاركها معاكم في الدورة يعني كيف نديرو الحردة الايبط كيف نديرو الحردة الايبط او الاكمام بكل ارياحية هناك ملاحظة اللي تحب الكم يكون عريض ما تنحي منه ووالو ما تفصلش من تحت ما تنحيش هذا الطرف اللي قاعده رح نحي هنا و اللي تحبه كما مبين لها تتبع المراحل بس اللي تحبه عريض عريض يعني فغيمون كلوش و عريض تخليه ما تنقص ووالو من جهة السفلة فقط تتفصل من الفوك و من عناية نحكموه المترا ونكيلو اقصى مكان ونرسموه كما هو العادة نصل بين النقاط ونخدموه الكلوش ندعنا ارجو ان يكون تصوير والشرح والخياطة وكل شي واضح لكم هنه نقوم بعمل التفصيل هنه نحبيت الكمام كلوش لي شوية ضيقين ليش كلوش واسعة لقدروا تديروه كلوش واسعة كما قلت سابقا هنكمن التفصيل هنه نحسن على الكمام بتاعنا ناخذ الكمام ونقصوهم على الفستان او الجندوره هنا نفس الشيء نأخذ منتصف لأنه يساعدنا بعد في عملية الخياطة هنا قصناهم كما ترون نفس القياس يعني لك لا زيادة ولا نقسان في هذه الحالة نروحون تخيطون الأكمام كل واحدة وطريقة انتحة ولي يعني ما مبتدئات أخذ الأكمام نفس الشيء من المنتصف الأول بعد ذلك تخيط المنتصف الثاني ما تخيطهمش من تحت هنا بعد تخيطنا الأكمام وخيطنا القندورة وكففناها وتحصلنا على النتيجة هذه أرجو أن تكون قد أعجبتكم ويعني اللي أعجبها هذا الموديل تبع المراح الخطوة بخطوة راح تخرج تحصل على نفس النتيجة وفعلا كانت النتيجة فعلا روعة لا إذا بقى لي أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبرك